مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب في هذه الحلقة نكمل الردود على كتاب الدكتور منقذ السقار هل افتدانا المسيح على الصليب ويعتبر هذا هو الرد رقم 3 لكن عنوان الحلقة هيكون أخطاء منقذ السقار في تفسيره لأحداث صلب المسيح مشكلة المسلم لأنه ما عندوش أي دليل أو أي براهين على أن المسيح لم يصلب طب يعمل ايه؟ فيروح للكتاب المؤدس علشان يعني يجد فيه ما يسند فكره أو ما يعتقد أنه ممكن يعدد فكرته مع أنه بلسان الدكتور منقذ أن الكتاب المؤدس والأربع أنجيل بالأخص تكلمت باستفادة شديدة جدا عن صلب المسيح وموته وقيمته أخطاء منقذ السقار في تفسيره لأحداث صلب المسيح هو ليه المسلم أولا بينكر أن المسيح قد صلب؟ المسلم اللي جيب بعد ستميت سنة من الحدث التاريخي بيقول لك أنه لماذا يكذب المسيحيون ويقولوا أن المسيح قد صلب؟ يعني هو اللي جيب بعد ستميت سنة بكذبة بس علشان يعني يظهر نفسه على أنه بيقدم الحقيقة يقول لك لماذا كذب المسيحيون؟ شوفوا الدكتور منقص حطها إزاي؟ حطها بدون أي نوع من الخجل أي نوع من الخجل مفيش ولا حتى من الموضوعية فلماذا ذكر القرآن نجاة المسيح وأصر على تجذيب النصارى؟ ما تقولش مثلا زي أصر دي أنه قدم لنا براهين مقنعة أنه كان حادث شاهد عيان للحادث أنه جاب براهين لحصرة لها تاريخية على أن المسيح لم يصلب يعني يا دكتور منقص اختاري الكلمات على تجذيب النصارى يعني إحنا اللي كذبين؟ يعني أنت اللي شاهد ما شافش حاجة وجاي بعد ستميت سنة وتقولي أن المسيح لم يصلب وبعدين تتهمني أنا اللي عندي الأدلة التاريخية والكتابية والغير كتابية بالكذب يعني زي ما إحنا بنقول في المساء العربي فعلا اللي اختشوا ماتوا لكن هنعمل إيه؟ زي ما دايما بنقول أنه مسكين غريق بيحاول أنه يتعلق بأشرة لكن الأسباب اللي ذكرها الدكتور مركز أنه على إسرار يعني أنه نحن بنقول ليه المسيح صلب وهما بيقولوا ليه المسيح لم يصلب فهنا فلماذا ذكر القرآن نجاة المسيح؟ ليه بقى ذكرها؟ من الأسباب المضحكة جدا وشر البلية ما يضحق هو سبب ده اللي ما أذكر قدام حضرتكم ذكر القرآن نجاة المسيح لمجرد إثبات الحقيقة نعم إثبات الحقيقة إيه برهينك على أن دي حقيقة؟ ما فيش أنت عاجز على أنك تقدم برهين من عندك على أن المسيح لم يصلب ما عندكش لم يذكر القرآن تفاصيل لم يذكر القرآن توقيت أو أوقات لم يذكر القرآن أماكن لم يذكر القرآن أشخاص كانوا موجودين عند الصليب أو غير موجودين عند الصليب لكنه أقروا بحدوث الصليب وكانوا أيضاً يعني موجودين وقت الصليب لم يذكر القرآن أي شيء يعني أنا بالضبط بتخيلها كالآتي اليوم السبت اللي فات كانت ذكرى عشرين سنة على الحدث الإرهابي سبتمبر 11 وبعد عشرين سنة بتخيل كده واحد زي الدكتور مونكز كويس كتب عبارة على تويتر قال لك ما فيش برجين أساساً اسمهم برجي التجارة العالمية ما كانوش دول موجودين ولا الأرقام اللي بيقولوها إنه فيه 3000 شخص ماتوا في سبتمبر 11 دي أيضاً مش حقيقة ولا كانش فيه أساساً عمل إرهابي ده شبها لهم شبها لهم زي كده يعني يحصل لك كابوس كويس فشبها لك بهذه الأحداث أعتقد أي حد عائل هيقول على صاحب هذه التويتر إنه مختل عقلية أي حد عائل لأنه ما لدينا من براهين على حدوث هذا الحدث يكفي لضحض أي إدعاء آخر بدون براهين فما لدينا كمسيحيين من براهين تؤكد صلب المسيح بسهولة يضحض أي إدعاء آخر يأتي بدون براهين فتقول لي حقيقة إثبات حقيقة واحد جاي بعد ستمائة سنة لم يكن معاصراً ولم يكن شاهد عيان ولم يذكر أسباب ولم يقدم براهين وجاي يقول لك إثبات حقيقة إثبات حقيقة يعني إيه اللي افترى دا؟ إيه اللي افترى دا؟ إيه حالة التغيب العقل اللي أنتو عايشينها؟ وعلى المدعي إثبات إنت جاي بعد ستمائة سنة بتدعي أن المسيح لم يصلب يا أخي قدم لنا براهين احترم عقلنا أنا بكلم على الكرآن احترم عقول القراء لكن ما فيش ذكر الكرآن نجاة المسيح لمجرد إثبات الحقيقة كلما أمانا العبارة دي بيصبنا حالة من الدحك لأنه واحد جايز بيتلي الحقيقة حاجة تانية بقى قالك أسباب أخرى دعتهم لهذا المبحث منها خطورة العقيدة الشمس خطيرة جدا على العين المريضة الشمس خطيرة جدا أو النور خطير جدا لأنه بيكشف بيكشف الكذب والسرقة هكذا عقيدة موت المسيح بتكشف ضعف الإنسان وعجزه عن خلاص نفسه وبتكشف لينا بقوة محبة الله في المسيح يسوع وبتكشف لينا قيمتنا عند ربنا وبتكشف لينا قد إيه أن الله مهتم بالإنسان وبخلاصه عقيدة تدمر الإسلام المبني على أن الإنسان يستطيع أن يخلص نفسه بنفسه وأن أعملنا تستطيع أن تخلصنا مع أنه ما فيش مسلم واحد ومنهم الدكتور منقذ إذا سألته سؤال هل أنت متأكد رايح الجنة معاش هيجاوب عليك هذا السؤال أحنا طبعا ما عندنا ناشي الجنة لكن هل لك حياة أبدية مش هيجاوب على هذا السؤال كمان وعظم شأنها عند النصارى ده حقيقي فالمسيحية جوهرها محبة الله في المسيح يسوع وعش كده يقول لك فتقويدها أنك تقود هذه العقيدة يعني إخواء النصرانية عن كل معنى لذا يؤكد العلامة نكلم عن العلامة دي ده دوان بتاعك لأنه غالبا التلميذ ماشي على نهج المعلم حتى في الكذب والتفسير الخاطئ للنصوص الكتابة لذا يؤكد العلامة دي دات أن النصرانية لا تستطيع أن تقدم للناس أي فضيلة وكلمنا عن الجزء ده المرة اللي فاتت وقلنا قد إيه ده كذب ده كذب نصرانية لا تستطيع تقدم للناس أي فضيلة كل فضيلة طبعا في الحياة المسيحية ناتجة عن فهمنا وإدراكنا لحقيقة محبة الله في المسيح يسوع لكن شو نتكلم عن الموضوع ده يعني الكرم والنظافة لأنه أعتقد لو رجع للأحاديث النبوية لاكتشف كيف كان يعيش رسول الإسلام وكيف كان يعني بيتصرف بنظافة كثيرة كلمنا عن في حلقة كاملة عملناها عن الرد وقتها كان على أحمد سبيع الذي اتهم المسيحيين بأن لهم رائحة بجد حاجة مقرفة مقززة يعني مقززة جدا لأنك حتى ما تقدرش تدخل جامعة إلا وتشتم منه رائحة نتنا ويكفي يكفي النظر إلى إلى حال الدول العربية أولاك أصل مستعمر على فكرة اليابان مستعمرة كوريا الجنوبية تعتبر أيضا مستعمرة بس روح وشوف نظافة البلاد وبعدين يقول لك سبب آخر وفي الأثار العقدية لفكرة الصلب ما يجعلها هدفا ينبغي التركيز عليه ومن هذه الأثار الإتراب في نظرة المسيحية للإله عندنا احنا إتراب في نظرة المسيحية للإله عندنا إتراب للدرجة أن احنا جعلنا الله قواد كل مهمته في الحياة الآخرة أنه يبسط شوية فجروا نفسهم وفجروا الناس وقتلوا ودبحوا وأن يوفر ليهم الحريات والخمر والمسكر إنه سو فاني إنه اللي ربنا يقول لك عليه ما تعملهوش هنا يروح يوفره لك هناك طيب نيجي إلى إلى جزء آخر خاطئ أو خطأ في فكر الدكتور مونكز السعار ومن الآثار العقدية لفكرة الصلب بما يجعلها هدفا ينبغي التركيز عليه ومن هذه الاترابات النفسية في نظرة الإله طيب فيقول لك فقد ظهر في القرن التاني الميلادي تلميذ لبولس اسمه ماركيون أو مارسيون أولا العبارة زي كده دي تدل على إنك في التاريخ زيرو وفي سرد الحقائق اتنين زيرو في القرن التاني تلميذ لبولس تعرف بولس مات امت تعرف بولس استوشهد سنة كم بولس استوشهد سنة بولس استوشهد سنة 64 ميلادية تعرف مارسيون في أغلب الظن اتولد سنة كم اتولد سنة 85 أو 86 ميلادية يعني اتولد بعد موت بولس بحوالي 20 سنة هو عايز هو عايز يوصل من العبارة دي الكذب كله بتلاقيه في العبارات اللي زي كده هو عايز يقولك إن بولس ده كان وحش قوي فبالنتيجة كده طلع تلميذ أيضا وحش قوي بولس كانت نظرته للإله مش كويسة فطلع تلميذ أوحش منه في نظرته للإله مع إنه ده كذب تاريخيا كذب ومارسيون 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 لم يكن تلميذا لبولس ولا يوجد مرجع واحد مسيحي محترم بيقول الكلام ده لكن هو تأليف تأليف زي ما بفابريك المراجع ويستخدم الأشياء بدون بعيد عن سياقها ولا يذكر ما قبل ولا بعد هو دي الطبيعة بتاعة للأسف أحمد داد وتلميذ والتلميذ الآخرون طيب ناخد مدخلة الأخت فريال من إنجلترا هلو 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 أخ أشرف أهلي سلام نعمة المسيح معاكم الرب يبارككم من نعمة إلى نعمة شكرك أنا بسحب أريد على منقذ السقار أنت الرب يحفظ كفيت ووفيت قال الإله القدوس هلك شعبي من عدم المعرفة يا شيخ نقذ السقار الغير أمنا أمثالك في حاجة إلى الدفاع عن أكاذيب وأفكار من البائسة فيصابون بالهلوسة والهيديان والتخاريس والجنون ليشوه الحقائق كما ورد في كتابك البائس المسيحية لا تستطيع أن تقدم فضيلة واحدة أترجاك أن تطلب من الله الخالق أن يفتح بصرك وبصيرتك ويلمس خلبك أقرأ المرعظة على الجبل للمسيح له كل المجد في إنجيل متى لإصحاح الخامس والسادس والسابع وسترى وسترى كل الفضائل والسمو والقداسة والبر والطهارة وأقرأ في جنة إلهك اللي وعد بالأكل والشرب والنساء والنكاح وعن فضيلة رسولك لما شق أم قرفة إلى نصفين وعندما قال جئتكم بالزبح واللي جعل الزواج عقد نكاح متعة والمرأة ناقصة عقل وعورة وغيرها وغيرها من الرذائل مو فضائل رذائل وأقرأ رسالة طولص الرسول إلى أهل كورنثوس الأولى إصحاح 13 عن إصحاح المحبة لكن الرب يسوع المسيح له كل المشقال ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه ستدخل من هذا الباب الواسع الذي يؤدي إلى الهلاك طالما بقت هذه أفكارك والشيطان عشعش في دماغك وعامي ذهنك وبصيرتك فالرب يرحمك وحقيقة أنا أصلي من أجلك أمين أرحمك أشكرك أخي أشك والرب يبارك ويحقضك شكرا فالأكاذيب بالتاريخية معلوماته كلها مثل أخبطة طيب وأنا أدور وبعمل بحث كده على النت بخصوص الكتاب بتاع الدكتور منقز وإلى آخره وجدت ويبسايد الويبسايد دي بالزبط هي ويبسايد شيعية بتاعت شيع اسمها الأئمة الاثنى عشر كويس ولما تصفحت الصفحة دي والمقالات اللي موجودة فيها وجدت فيها كابي أو نسخ كلمة بكلمة من كتاب الدكتور منقز أنا ما بتهمش الدكتور منقز أنا ما عرفش مين اللي سرق من مين قد يكون الصفحة دي سرقت من دكتور منقز أو يكون الدكتور منقز هو اللي أخذ من الصفحة دي بس هي الفكرة إنه كلمة كلمة من كلام الدكتور منقز يعني أنا حطيت شوية حاولت إني أكبر شوية الفند صلب المسيح عند النصارى يعتبر النصارى حادثة صلب المسيح أهم أحد أحداث المعمور بالنفس بالنفس من صفحة جسد الإله في المسيح هذا الحدث العظيم كان من أجل أن يصلب الإله بالنص من كلام الدكتور منقز كويس فالصفحات اللي بعد نفس الحكاية نفس يعني عارف ممكن الواحد يقول لو في عبارة ماشي يعني حتى لو خد عبارة بمفروض تعتبر ده سرق يعني بس ممكن أقول يعني خد عبارة وما كتب ش مرجعها غزبا عنه يعني نسي الراجل لكن أنه اللي هنا اللي مكتوب يبقى بالكلمة بالكلمة نفس اللي مكتوب في كتاب الدكتور منقز بالكلمة حتى الاكتباسات حتى الاكتباسات شوفوا احنا كلمنا عن الجزء ده قبل كده ويصور الكاردينال الإنجليزي مينينج أهمية حادثة الصلب في كتابه كهنوت الأبدية فيقول لا تخفى أهمية هذا البحث البحث الموجب للحيرة فإنه إذا لم تكن وفاة المسيح صلبا حقيقيا إلى آخر بالنفس كل الاكتباسات بالنص كلمة بكلمة فأنا مش عارف أنا يمكن بعمل لدكتور مونكس بقوله فيه ناس بتاخد كتابك وتحطوا بالحرف ومو بيحطوش عليه اسمك أو لو الدكتور مونكس الصفحة دي تعاملت قبل الدكتور مونكس يبقى فيه مشكلة أنا دي مش قضيتي أنا قضيتي نقول إنه فيه هنا سرقة حصلت وموجودة فمش عارف مين أنا أنا أعتقد إنه من يكذب في أمر يستطيع أيضا أن يسرق في أمر آخر طيب دي كمان بقية الصفحة ممكن الدكتور مونكس يشوف الويبسايت طيب الدكتور مونكس بقى يقول لك إنه الصورة اللي قدمها الكتير المؤدس عن الله صورة مشوهة وجعلت المسيحيين عندهم اضطرابات نفسية مرتبطة بصورة الإله الذي يقدمه الكتير المؤدس وصل بالمسيح يسوع فقال لنا خد قصة من الكتير المؤدس ما عرفش هو خدها عن قصد ولا خدها عن جهل ولا هو يعرف إنها قصة من الكتير المؤدس ومثل درب الرب يسوع وخده وغير فيه ولا لا يعني أنا طبعا بفترض حسن النية يقول إيه فقصة النصارى في الخطية والفداء والشريعة تشبه قصة ملك تمرد عليه شعبه فأرسل إليهم رسلا يدعوهم إلى الخير والرجوع لسلطانه والإزعان لقوانين العدل والسلام التي وضعها لكن هؤلاء قتلوا رسل واستهزأوا بهم وازدروا عنه وازدروا وازدادوا عدو عدوا فزاد غضب الملك عليهم ثم ما لبث الملك أن أصدر قرارا بأنه سيبعث ابنه الوحيد ليضربوه ويقتلوه ويهنوه كفارة عن معصيهم فمن صدق ذلك فمن صدق ذلك فهو عنده الكريم المغفور له طبعا هو خد هنا مثل درب الرب يسوع وشويه وشويه عادي أمر عادي بيعمله دايما الدكتور منقص في إنجيل ماتة أصحاح 21 الرب يسوع كان بيتكلم مع الهود قبل حادثة الصلب وبتكلم عن التاريخ معاملات الله معاهم وكيف أنهم أساؤوا إلى الله نفسه ويس وأساؤوا إلى الأمانة التي استأمانهم عليها الله فبقول لنا كده في ماتة 21 اسمه مثل الكرمين يا دكتور مونكس لو ما تعرفهوش اسمه مثل الكرمين أو بعض الكتب بتحطه مثل الكرمين الأشرار بيقول المثل ده دكتور مونكس بيقول واسمعوا مثلا آخر كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلموا إلى كرمين وسافر رب وصف الأمة اليهودية بالكرم وهو الكرام وهنا رب بيقول إنه في المثل ده إنه إزاي إنه الكرم ده الأمة اليهودية دي مفروض كانت تعطي ثمر يليق بعمل الله اللي عمل معهم فبيقول لنا في المثل دي ولما قرب وقت الإثمار الكرم ده بتاع الملك وسلموا إلى كرمين مفروض الكرمين دول يشتغلوا بأمانة صح ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرمين ليأخذ أثماره فأخذ الكرمون عبيده وجلدوا بعدا وقتلوا بعدا ورجموا بعدا ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك فأخيرا أرسل إليهم ابن قائلا يهابون ابني وعما الكرمون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلوم نقتل ونأخذ ميراثه فأخذوا وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الأشرار قالوا له أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم إلى كرمين آخرين يعطون أثمار في أوقاتها قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في عيونه لذلك أقول لكم أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة طبعا ليس هنا يروح الدكتور مونكس ولكن الأمة هي الأمة الإسلامية ويعطى لأمة تعمل أثماره ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم اليهود فهمه المثل هنا دكتور مونكس كان الهدف بتاعه كله أنه ورقة دقيقة أنه ربنا في محبته كان صبور في محبته أعطى الكرم للكرمين في محبته انتظر ثمر في محبته أرسل أنبياء وفي محبته أيضا أرسل الإبن الوحيد لكن قتلوه إلى خاصة هجاء وخاصة لم تقبل لكنك تاخد مثل وتشوه وتقدم فيه ما تريد من سموم فدغير مقبول طيب ناخد مداخل الأخ ياسين من تونس هلو 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 أهلا بيك أهلا تسمع في آه سامعك تفضل أنا نحب نمجد يسوع المسيح الرب يسوع المسيح آمين هلو طلب المسيح بأنه هو السبب وراء الإلحاد يعني يعني هو هو عايز شوه الإيمان المسيح بأي صورة ولعل من صور هذا الإلحاد والذي سببته عقيدة موت الإله أولا أنت بتثبت فعلا دكتور منكز إلى أي مدى استطحية لأنك لو درس أي حاجة عن الإلحاد هتعرف أن هناك أسباب كثيرة جدا يمكن أكتر سبب عن الإلحاد هو مشكلة وجود الألم والشر مش الإيمان ب موت المسيح أبعدين إيه علاقة الإلحاد ب بصلب المسيح وكأنك بتكلمني مثلا أو بتكلم ناس مش فهمة ومش عارفة ألا تعلم يا دكتور منكز أن أكبر انتشار للإلحاد خلال عشر سنين اللي فات موجود في البلاد العربية الإسلامية وفي السعودية لكن هو يريد فقط أنه يشوه فبيجيب من شمال ويمين وده يعني ما همناش بس أنا حبيت أنه قلنا قبل كده التنقضات في كلام الدكتور مولك بيقولك تؤكد الأنجيل في أصححات مطولة صلب المسيح ذاكرة الكثير من التفاصيل كويس أن أنت عارف الحقيقة دي كويس أن أنت عارف ها وبعدين وأما الرأي الإسلامي فيتلقص في أن المسيح عليه السلام لم يصلب who cares بالرأي الإسلامي لأنك ما قدرتش تقول يا دكتور منقز بقيت العبارة فوق تحطها تحت ما قدرتش تقول ذاكرة الكثير من تفاصيل عدم صلبه وعدم محاكمته وعدم موته ما تقدرش تحطها أنت تحطها فوق هنا في الفكر المسيحي تحط أن الأنجيل بوضوح تكلمت بتفاصيل كثيرة عن صلبه عن الأبد عليه عن محاكمته عن دفنه يعني أنت بتشهد على أن هناك تفاصيل كثيرة وبراهين كثيرة ذكرتها الأنجيل تؤكد حقيقة الصلب لكن لما جيت عند النص الإسلامي والرأي الإسلامي أنت لا تجرؤ لا تجرؤ أنك تحط العبارة الأخيرة دي أنك ممكن تكون ممكن تقول وأما الرأي الإسلامي فيتلخص في أن المسيح عليه السلام لم يصلب كما يدعي اليهود والنصارى ذاكرا الكرآن تفاصيل كثيرة عن عدم موته وعدم دفنه كيف ما تقدرش ما تقدرش لأنك ما عنداتش أنت في الجزء ده صادق بس هنا أنت ما تقدرش تحط العبارة دي ليه حطتها هنا يا دكتور منقذ فوق في الفكر المسيحي وما درتش تحطها تحت في الفكر الإسلامي ليه وده السؤال بنسأله للمسلمين إيه هي أدلة القرآن نفسه أدلة القرآن أنا مش بقولك دورلي على أدلة في كتب أنا بقولك أدلة القرآن نفسه إيه هي وده اللي قاله الدكتور منكس كده بخجل شوية ولا تذكر النصوص القرآنية ولا النبوية أي تفاصيل عن كيفية نجاة المسيح هو هو حطها هو الراجل يعني أخذ حبوب الجراء وهو بيكتب العبرات دي أنه أنه ولا تذكر النصوص القرآنية ولا النبوية أي تفاصيل إنما تذكر الأنجيل التفاصيل الكثيرة ذاكرة تفاصيل القبض عليه أما النصوص النبوية الكرآن يعني والأحاديث فسكتم بكتم زي بقوله لأنه ما فيش فيعمل إيه بقى مش يطلع علينا البراهين اللي بيقولها الأنجيل لا 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 اللي بيقولها القرآن مش يروح للقرآن ويطلع البراهين اللي بيذكرها القرآن على أن المسيح لم يصلب ما عندهوش فعقله يعيني ياخده إلى الأنجيل علشان يشوف إنه الاختلافات اللي موجودة ما بين الأنجيل في سرد قصة صلب المسيح اختلافات وليس تناقض كما يدعي هي برهان على أن المسيح لم يصلب يعني حتى بيناقض اللي بيقوله عن الكتاب عدس يقول عنه مليانة تفاصيل بالقبض عليه ومحاكمته وصلبه وموته وبعدين يروح علشان يثبت إنه لا 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 ما فيش لا صلب ولا موت طيب طيب ما هي بقى البراهين التي على أساسها ينكر الكرآن صلب المسيح إيه هي البراهين أولا الكرآن والأحاديث لم تقدم براهين ما فيش يعني يقف قدام المحكمة يقوله الديني البرهان اللي عندك يقوله لا 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 أنا ما عنديش براهين بس أنا ممكن أطلع لك بعض الحاجات اللي أنا معتقد أنها ممكن تثبت وجهة نظري من الكتاب اللي ذكر تفاصيل كثيرة عن صلب وموت ومحاكمة المسيح يعني يعني بالضبط زي كده هو لما عمل يعني لما كلمت عن التخيل بتاعي أنه عمل تويت مثلا على أن سبتمبر 11 لم يحدث وما كانش فيه حاجة اسمها برجي التجارة العالمي وأنه ما فيش حاجة مباني نزلت ولا سقطت وما فيش ألاف ماتوا طب إيه برهانك قولك آه أسلوم أنا وقع من إيدي كتابين مكتبين مكتبين عن سبتمبر 11 الكتاب الأول بيقول أنه اللي ماتوا كانوا 3,115 الكتاب الثاني ذكر أنه بيقول أنه اللي ماتوا أكثر من 3,000 يبقى فيه اختلاف ما بين ما بين الروايتين على هذا الأساس أنا بقول أنه أحداث سبتمبر 11 ما تميتش ده بالزبط عقلية دكتور مونكز وأحمد ديدات وغيرهم هاتوا براهنكم الكرآنية اللي بتقول إن المسيح لم يصلب we don't have بس أعتقد أنه متى ومرؤوس اختلفوا في تفاصيل وده برهان على أن المسيح لم يصل طيب نيجي هنا يقولك إيه ما هي البرهينة التي على أساس هينكر القرآن صال بالمسيح أنا بقى هسمع يعني هدخل في details القرآن بيسكل لتفاصيل مهم أولا المأساة المسلم في مأساة المأساة الإسلامية المأساة الإسلامية كثيرة بس دي واحدة منهم لا يقدم الكرآن لا يقدم الكرآن برهانا واحدا يؤكد بها عدم صالب المسيح طيب الأخ إلياس من فرنسا ألو 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 أيو معايك حضرة تفضل معاين رياض حنى من فرنسا أهلا وسهلا أخ رياض أهلا بيك مساء الخير مساء النور أنا ليه سؤال بسيط جدا هو ممكن سؤاليه بسيط جدا جدا تفضل هو ربنا يعني سؤال طبعا بواجهه للحضرة الشيخ المبجل دلوقتي سؤالي بسيط يعني هو ربنا بيبعث كان بيبعث أنبياء للبشر ليه سؤال بسيط هو بيبعث أنبياء للبشر ليه عشان يردهم إليه أيو عشان الناس تضل ويردهم إليه وسؤالي لفضلت الشيخ هل نجح عيسى القرآن ابن مريم أن يوصل رسالة ربنا للناس نجح أه أم لا أو فشل سؤال سهل بل حضرتك فين لكن هو بيقول في إحدى حلقات بيقول لك إنجيل المسيح اللي إحنا بندور عليه اللي إحنا بندور عليه هو لسه بعد ألفين سنة من نزول عيسى هو بيدور على إنجيل المسيح لأنه ما بيعترفش من إنجيل الأربعة فده تخبط غير عادي بل حضرتك يعني يعني عيسى دو بدل ما يهدي الناس أضلهم عندنا ألفين ام اتنين مليار واحد يؤمنوا بالإيمان المسيح اللي هو الفداء بدم المسيح طب فين القوم التاني بقى اللي أمنوا بحاجة تانية فين هي الشريعة التانية اللي جي بيها المسيح فين الرسالة اللي جي بيها المسيح الأخرى بقى فاهمني اللي هو في باله هو مش ممكن ده بيكلم لواحد ده لو طرف ما يفكرش كده ما للأسف هو وربنا يبارك خدمتك ربنا يباركك شكرا أخريات يعني هو مسكين برضو لأنه للأسف هو فيه دلامة كبيرة هو نفسه يصدق القرآن فبيحاول أنه يكذب التاريخ والكتر المعداسة عشان يصدق القرآن إلى أن يفتح الرب قلبه وبصرته لشخص المسيح شكرا أخريات فالمأساة الإسلامية ها نعيش فيها لا يقدم نوع من أنا معرفش ليه ما أقدمش القرآن هل لأنه ما فيش قدلة ده سبب ما فيش هيقول إيه لو ذكر حاجة هيذكرها غلط فهيتعرف كذبه ما عندوش هالنوع من الكبرياء يعني أنا بقول لكم كده وخلاص والعنتزة الفاضية يعني طب ما تحترم عقلنا ده الكتاب مؤدس احترم عقلكم عقلنا ده ربنا بيقولها لما أنا تحاجأ يا كله رب تعالوا نتكلم مع بعض بيقول لي شعبه كده تعالوا نتكلم مع بعض تعالوا ونتجازب أطراف الحديث ربنا بيحترم عقل الإنسان ليه الكرآن ما قدمش براهين هل عدم وجود البرهين وعجزه عن 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 اكتشافها هل كنوع من الكبرياء هل لأسباب أخرى أنا مش عارف ده ليه المأسان نتيجة بقى العدم وجود الأدلة يروح فين الدكتور منقز وغيره وأحمد وأحمد داد ما هم عندهمش براهين هو مؤمن أن المسيح لم يصل بس ما عندهوش براهين طلع له بقى فكرة كده إيه زكية نروح للأناجيل نسبت منها أن المسيح لم يصلب فعلا شر البلية ما يضحك وده ليه بيعمله أحمد داد ده ليه عمله أحمد داد وده اللي ماشى عليه أتباعه حتى في الكذب حتى في التفسير الخاطئ للنصوص الكتابية هنشوف بعض الأمثلة طيب شوفوا هنا نقض روايات حادثة الصلب هو كاتب كده في كتابه تحت عنوان نقض روايات حادثة الصلب تناقل النصارى هو عارف تناقل النصارى روايات صلب المسيح جيلا بعد جيل ستمائة سنة ستمائة سنة لو قلنا أن الجيل أربعين ولا خمسين سنة يبقى عندك اتناشر جيل تناقل النصارى روايات صلب المسيح جيلا بعد جيل حتى إذا جاء الكرآن في القرن السابع الميلادي أعلن محمد بطلان صلب المسيح يعني إن كان الكاتب مش عارف إيه يبقى القارئ إيه يعني تناقلت الإيمان المسيحي هو عارف كده كويس عارف إنه الإيمان المسيحي بصلب المسيح تناقل جيل بعد جيل لحد لما جلنا واحد في الجزيرة العربية قالك لا المسيح لم يصل فنعمل إيه بقى كل التاريخ دوا ببراهينه نرميها ونصدق البدوي اللي جيلنا في الجزيرة العربية بدون براهين ويقول لنا المسيح لم يصل وهنا بقى ويتساءل النصارى ده اللي أنا لسه كنت بقوله ويتلاساءل النصارى كيف له أن يقول ذلك يعني كيف للدكتور منقص أن يقول ذلك أو لمحمد أن يقول ذلك وأن يكذب الحواريين وشهود العيان الذين سجلوا بشهادتهم ما رأوا إذن الأنجيل هي برهان القوم لو سئلوا وقيل لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالكتاب المقدس وفي أكثر من خمسمائة لغة بيقدم الحقيقة دي خلينا هو يروح بقى هو بيقتبس من مين هو ماشي على نفس مدرسة دي دات بيمثل دي دات بيقلده يعني ويرى العلامة دي دات أنه أنه يفرض علينا نتفحص هذا البرهان اللي هو الأنجيل يعني هو مش بيقدم برهان ومعندوش براهين فيعمل إيه؟ ياخد البراهين اللي بيقدمها المسيحيين ويتفحصوها ماشي؟ يعني يعني أنت جايلي فاضي جايلي أبيض يا ورد زي ما يقوله إيد وراء وإيد قدام جايلي بتقول المسيح لم يصلب ومعكش أي حاجة في إيدك وأنا علي أقدم لك البرهين فسيادتك تاخد البرهين بتاعتي وتنتقدها وتحاول تطلع منها القطة الفاتسة وبعدين تقول لي أنت البرهين بتاعتك دي غلط فبالتالي أنت أثبت أن القرآن الذي لم يقدم برهين صح وأن البرهين التي قدمها المؤمنين غلط طب تعال نشوف بقى النصاب الكبير دي دات ما هنمشي مع دي دات هنمشي معي وهنا يسجل دي دات أول ملاحظاته شفتوا بقى الملاحظات القوية بتاع دي دات وهي أن اثنين من الأربع لم يروا المسيح ولم يكونوا من تلاميذه فكيف يعتبرون شهودا ويقصد مرؤوس طيب ماشي يعني أنت بترفض شهادة اثنين طيب لم أقبلت شهادة الاثنين التانين مع أنه كلام غلط بس خلينا مع الكذاب لحد باب بيته انت رفضت مرؤوس ولوأ هل دا معناه أن انت بتصدق متى ويوحنى اللي كتبوا نفس القصة ونفس الأحداث هاي ولك لأ خلينا كده في الملاحظة الأولى دي بتاع الدات إن الأربعة لم يكون لم يروا إن اثنين من الأربعة لم يروا المسيح ولم يكونوا من تلاميذه نروحنا كده شوف كنيسة كان بتقولي تاريخ كنيسة بيقولي ناقي لأن هم عملين دايما يتهموا مرؤوس ولوأة ويتعنوا في الأنجيل وأنها كانت غير مقبولة والبعضهم قالك الأنجيل قبلت في مجمع نقية وردين على الرد إرناوس اللي هو كان في 180 ميلادية يقولي إن البشير متى كتب إنجيله بين العبرانيين بلغتهم بينما رسولان بوترس وبوليس كان يعظان في روما ويؤسسان الكنيسة بعد رحيلهما سلمنا مرؤوس المترجم لبوترس ما وعظه بوترس يعني إنجيل إنجيل مرؤوس هو كلام مين؟ بوترس طب تاخد كلام بوترس؟ ما بوترس ده كان تلميز المسيح وبعدين هسبت لك إنه بوترس كان بيتتبع المسيح كل قطوة في محاكمته تاخد كلامه؟ ولوء الذي كان رفيق بوليس الرسول سجل لنا إنجيل الذي كان يعظ به بوليس ويوحنى ويوحنى الحبيب تلميز المسيح الشخص الذي كان يتكى على صدر يسوع كتب إنجيله وهو في آفاسوس شهادة أخر أسكوف فرابوليس بابياس يقول لنا اعتدى الشيخ إشارة إلى يوحنى الحبيب أن يقول لنا كان مرؤوس مترجم بوترس فكتب بدقة لا بترتيب كل ما نذكره من أقوال الرب وأعماله فهو لم يسمع الرب ماشي؟ ولم يتبعه بل كما قلت تابع بوترس فيما بعد بوترس قدم تعليما حسب الحاجة ولم يؤلف أقوال الرب تأليفا مرتبا وهكذا لم يخطئ مرقص حين دوا بعضا من هذه التعليم كان لدى مرقص هدف واحد أن لا يهمل شيئا مما سمعه ولا يقول شيئا كاذبا إشهادة يوحنى عن مرقص أنه كان بيكتب اللي بيقوله بوترس عارف لو أنا عارف أنه إحنا لو جبنا عشرمية برهان اللي في دماغك هيكون في دماغك إن لم ينير الرب العقل والقلب مش هيبقى فيه تغيير لكن على الأقل اللي انت بتقوله كذب وغير حقيقة وتوجد له ردود كثيرة من تاريخ الكنيسة من بدايتها طيب يبقى ده اللي يقولك البرهان الأول إنه مرقص ولو ألم يكون من تلميذ المسيح طيب خد ماتا ويحنى يا سيد لو عندنا إنجيل واحد كتبه يحنى وكان شاهد إلى لحظة موت المسيح وكان عند الصليب خد شاهد لكن هنكمل التلميذ كمعلمه أحمد دي دات ومنقذ السقار والملاحظة الثانية الملاحظة بقى الجبارة بتاعت أحمد دي دات اللي هو اقتبسح منقذ السقار والملاحظة الثانية أن شهود الإثبات جميعاً لم يحضروا الواقعة التي يشهدون فيها قام قال مرقص فتركه الجميع وهربوا يعني عايزي أقولك إيه نفسي ما حد شاف الصلب وحد شاف لا حدر محكمته ولا حدر صلبه ولا شافه وهو على الصليب ولا شاف موته فأنتم ليه بتقولوا أن دول شهود طبعاً نفس الأصحاح هوريكو بالزبط قدقي الإنسان لما يبقى يعني عنده غرض غير مقدس ما يبقاش عادل حتى في في قرائته للنسوس الكتابية في نفس الأصحاح هنقرأ شواهد أصحاح مرقص 14 بعد عدد خمسين يعني لو الدكتور منكز كمل هو بس خد إيه هو دكتور مركز عملية راح واخد أحمد دي داد زي ما هو كده طب أنت يا عمي قم ببحثك راجع الشاهد دا بنفسك يعني أنا نهارده حد قال إنه الشاهد الفلاني قال كذا 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 طب ما أنا أرجع للنص نفسه للشاهد الفلاني أقرأ قبله وبعده أقوم بدوري كباحث يعني لكن لا هو خد أحمد داد خط الأزئي كده وما رجعش لأي حاجة شوفوا إحنا الآية اللي كتبها مرقص في عدد خمسين بعدها بأيتين بعدها بإيه؟ بأيتين فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة فتركوا الجميع وأهربوا آه وقت الأبضى عليه مشوا لكن ده معناه ليس معناه أنه لم يتتبعوا من بعيد أو لم يكونوا معهم في اللحظات المحاكمة ولحظة الصلب والموت فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة وكان بوتروس قد تبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة يعني بوتروس كان موجود في وقت المحاكمة في داخل دار رئيس الكهنة وكان جالسا بين الخدام يستدفئ عند النار يعني بيقول لي مين وفين ومع مين وبيعمل ايه يعني ما قررتش الآية دي طيب الأصحح اللي بعده أصحح 14 أصحح اللي بعده وكانت أيضا النساء ينظرنا من بعيد بينهم مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسلومة لواتي أيضا تبعنا وخدمانه حين كان في الجليل وأخر كثيرات لواتي صعدنا معه إلى رشيلي يعني كان كم من النساء موجودين عند الصليب يبعدين يجي يقول لك ما كانش حد عند الصليب الشاهد بقى اللي هو يعتبر ضربة قاضية وهو يعرفه دكتور مرقز يعرفه بس هو مطنيش في يحنى 19 يا دكتور مرقز عدد 25 إلى 27 وكانت وقفات عند صليب يسوع المسيح عند صليب يعني هو على الصليب فمش ممكن أبدا أمه هتخطئ في مين اللي كان على الصليب وكانت وقفات عند صليب يسوع أمه وأخت وأخت أمه مريم وزوجة كلوبي ومريم المجدلية فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يسوع يحب أي حنى الحبيب اللي كاتب الإنجيل الرابع قال لأمه يا امرأة هو دا ابنك ثم قال للتلميذ هو دا أمك ومن تلك الساعة أخذ تلميذ إلى قصته تقول لي ما كانش حد عند الصليب أقولك أنت كذاب الصليب حقيقة وليمكن أحد أن ينكره إلا من يتبع الكذب والنفاق هنكمل مع بعض إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضرتكم ترجمة نانسي قنقر